اشتركوا في القناة يصيب كل من أجهزة الحاسوب خصوصا العاملة بنظام الويندوز لكنه يصيب بدرجة أكبر أجهزة الأندرويد مثل الهواتف والطابلت وغيرها من الأجهزة العاملة بهذا النظام هذا الفيروس الخطير يدعى بالطائر الطنان أو بالإنجليزية الهامينج بيرد وهو فيروس صيني كما قلت أصاب إلى الآن أكثر من عشرة ملايين جهاز يعمل بنظام الأندرويد الخطير في الفيروس هو أنه يحصل على صلاحيات متقدمة في جهاز الضحية خصوصا إذا كان جهاز الضحية يحتوي على الروت هو سوف يحصل على هذه الصلاحية سواء كان في هاتفك الروت أو لم يكن فيه الروت لكن الروت يجعله يحصل على هذه الصلاحية بشكل أكبر أيضا من مخاطره هو أنه يقوم بنشر فيروسات إعلانية وبالتالي يجعلك تضغط بشكل غير مباشر على الإعلانات وهو ما يجعل مطور هذا الفيروس الخبيط يحصل على مبالغ مالية هامة جدا من خلال الإعلانات التي تضغط عليها أنت كالرحية لهذا الفيروس الخبيط إذن بعد أن تعرفنا على الفيروس نأتي إلى كيفية الإصابة به هذا الفيروس يأتي بالأساس من خلال تثبيت التطبيقات التي تأتي من خارج متجر جوجل بلاي لكن هناك توضيح ليس كل التطبيقات التي تقوم بتثبيتها من خارج متجر جوجل بلاي يمكن أن تكون فيروسات أو تحتوي على فيروسات فمثلا تطبيق الذي تعرفنا عليه قبل فترة والذي يسمح لنا بالسبدال تطبيق يوتيوب بالتطبيق آخر هذا التطبيق سليم 100% وسبب عدم وجوده في متجر جوجل بلاي ليس لأنه فيروس أو لأنه دار ولكن لأن شركة جوجل تمنع التحميل من يوتيوب لأن يوتيوب تابع لجوجل بطبيعة الحال وهي لا تريدك أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو من اليوتيوب بل تريد منك أن تعود مرات ومرات لزيارة مقطع الفيديو وبالتالي زيارة موقعها يوتيوب لذلك كان هذا السبب في منع ذلك التطبيق من التواجد على المتجر وهكذا فمع مجموعة كبيرة من التطبيقات تكون مخالفة لبعض سياسات جوجل لذلك تمنعها من التواجد في المتجر وليس لأنها دارة أو فيها فيروسات إذن فلتجنب هذا النوع من الفيروسات فقط احرص على أن المصدر الذي تقوم بتثبيت التطبيقات من خلاله هو مصدر موطوق سواء كانت قناة أو موقع على الانترنت تأكد من أن تلك التطبيقات التي يعطيها لك ذلك الشخص أو تلك القناة هي تطبيقات موطوقة بطبعة الحال يجب أن يكون الشخص نفسه موطوقا وصادقا معك إذن تعرفنا الآن على الفيروس على كيف يصيب الأجهزة نأتي الآن إلى كيف تعرف هل هذا الفيروس يوجد أصلا في جهازك أم لا لفعل ذلك الأمر بسيط جدا كل ما عليك فعله هو تستخدام بعض تطبيقات الحماية مثل تطبيق مثلا أفاست أو تطبيق مالوير بيتس تجد إن شاء الله رابطي التطبيقين كالعادة أسفل الفيديو بطبعة الحال تشاهد معي الآن بأنني لا أستطيع لا فتح لا أفاست ولا مالوير بيتس لأنني في الوضع الآمن هنا كما تشاهد معي safe mode إذن لمعرفة هل هاتفك يوجد في هذا الفيروس الخبيج قم بعمل فحص ببرنامج أفاست أو تطبيق أفاست وأيضا بتطبيق مالوير بيتس إذا وجدته بعد ذلك اذهب إلى safe mode أو الوضع الآمن في هاتفك وإذا لم تكن تعرف كيف يمكنك الدخول إلى الوضع الآمن في هاتفك فستجد إن شاء الله في موضوع الحلقة شرحا لكيفية فعل ذلك كيف تدخل إلى الوضع الآمن في هاتفك بعد الدخول إلى الوضع الآمن سوف يظهر لك جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك لكنها لا تعمل وبالتالي سوف يعزل الفيروس ويجعله لا يعمل وهذه ميزة الوضع الآمن إذا وجدت بعد دخولك إلى الوضع الآمن أي تطبيق لم تقوم أنت شخصيا بتتبيته على هاتفك ولا تعرفه وتشق فيه فقم بإزالته بالطريقة العادية بالذهاب فقط إلى مكان إزالة التطبيقات وتخلص منه مثل أي تطبيق آخر فقط اضغط على an install إذا أي تطبيق تجده بعد الدخول إلى الوضع الآمن ولا تعرفه قم بالتخلص منه بهذه الطريقة وللحصول على نتيجة أفضل وأيضا لإنعاش جهازك ككل أنصحك بعمل ضبط مصنع للجهاز لكن قبل عمل ضبط مصنع أو فورمات للجهاز أنصحك بعمل نسخة احتياطية لكل ما يهمك على هاتفك من أرقام الالتصال التطبيقات مفضلة لديك بعض الملفات ومقاطع الفيديو أو الصور الموجودة على هاتفك لذلك قم بعمل ضبط مصنع أو فورمات عادي لهاتفك وبهذا إن شاء الله تكون تخلصت من فيروس الطائر الطنان أو الهامينج بيرد بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه لا تنسى لايك مشاركة واشتراك ثم الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله بعد قليل في ثالث حلقات هذا اليوم والثانية على هذه القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته